أصفرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأولية في العراق عن خسارة قوى سياسية لعدد كبير من المقاعد في مقابل سعود قوى أخرى. بحسب تلك النتائج، فإن الكتلة الصدرية بزعمة مقتدى الصدر حققت المركز الأول بواقع 73 مقعداً، وذلك في زيادة عن نتائج انتخابات 2018 التي حصلت فيها على 54 مقعداً. وحل في المرتبة الثانية، وفقاً للنتائج، كتلة تقدم التي يرأسها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، إذ حصلت على 38 مقعداً. كذلك جاء اتلاف دولة القانون بزعمة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 37 مقعداً في البرلمان، وكان الاتلاف نال 26 مقعداً في انتخابات 2018. في حين تقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعمة مسعود برزاني القوى الكردية، وحصل على 32 مقعداً. كما شهدت الانتخابات تراجعاً كبيراً في مكاسب تحالف الفتح الذي يقود هادي العامري، إذ حصل على 14 مقعداً بعدما كان في حوزته 45 مقعداً في الانتخابات السابقة. وعلى صعيد التحالفات يرى مراقبون أن القوى الفائزة بالمرتبة الثانية يمكنها اللعب على وطر عقد التحالفات والمناورات لتشكيل قوى برلمانية قادرة على مزاحمة الكتلة الأولى. لكن هناك البعض يرى أن النتائج الأولية لا تعطي صورة واضحة عن تلك التحالفات، ولا يمكن والجازم من الآن بشكلها، وربما مع إعلان النتائج النهائية يمكن التنبؤ بشكل الحكومة العراقية القادمة. في وقت تقول فيه مفوضية الانتخابات العراقية إنها فتحت باب الطعون في النتائج لمدة ثلاثة أيام.